بحضور ثلاثمائة من المتخصصين والخبراء والمهتمين بشؤون الطاقة نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بفندق راديسون بلو ملتقى الشارقة سادس لطاقة لمناقشة الخطة الاستراتيجية لمستقبل طاقة حتى عام 2025 التفاصيل في التقرير التالي الطاقة تعد العنصر الفعال في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبنىها دول العالم المختلفة فمن هذا المنطلق جاء ملتقى الشارقة السادس للطاقة الذي تنظم هيئة كهرباء ومياه الشارقة لمناقشة مستقبل الطاقة وتشجيع المستهلكين على تخفيض الاستهلاك خاصة في فترات الذروة وذلك من خلال أربع عشرة ورقة عمل متخصصة قدمها الخبراء والمتخصصون هناك أجندة عالمية دولة الإمارات وقعت على هذه الأجندة في 2015 أننا نبدأ أن الجهود تتظافر محدد هذه الجهود تنظيم مؤتمرات والمعارض بحيث أن نستمع بعض الشركات موجودة هنا تجاوز عمرها لأكثر 150 سنة وجدت من دول متقدمة في هذا المجال فما بشك أن وجود بناتنا وأبنائنا خاصة من المهندسين الشباب والذي في بداية الحاتم الآن فرصة يتفاعلون مع هذه الشركات الكبيرة شارك في فعاليات الملتقى ممثل 140 جهة عالمية ومحلية من 15 دولة مختلفة بينها عدد من الدول المتقدمة في مجال الطاقة وعلى هامش الملتقى تم تنظيم معرض يضم 35 شركة عالمية ومحلية استعرضت أحدث الأجهزة والأدوات الخاصة في قطاع الطاقة اليوم اللي نلاحظ فيه في هذا المؤتمر فيه أكثر من 150 شركة مشاركة ونحن ما نتكلم عن عدد الشركات نتكلم على مستقبل الطاقة القادمة لنا نحن اليوم في هذا المؤتمر نتكلم على منصوبين هي منصوب الأيرثين ومنصوب الاسستينيبليتي للمستقبل من ناحية السمارت ميترين خلال الملتقى تم طرح الخطة الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه الشرقة والتي تتضمن تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وزيادة القدرة التنافسية لإمارة الشرقة في جذب الاستثمارات في كافة المجالات وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه جاء ملتقى الشرقة السادس للطاقة ليناقش الخطة الاستراتيجية في شتى المجالات لمستقبل الطاقة حتى عام 2025 لإخبار الدار لم يأ المازم من الشرقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر